وكان الروسي. أشكركم على اهتمامكم. وأيضا أعلن توقيع اتفاقيات دفاع عسكري معهما. وطالب الشعب الروسي بالوقوف في ظهر الدولة الروسية في هذا القرار. وسبق ذلك مقدمة طويلة عن أوكرانيا. التي قال أن تم تحريرها من قبل الزعيم الروسي ستالين. وأن أراضيها كلها كانت هدية من روسيا. وتحدث بعد ذلك عن فساد الطبقة الحاكمة في أوكرانيا. وأنها فقط تتكسب من الغرب. وصولا إلى أن الغرب يتلاعب تماما بأوكرانيا. ويجعلها الدمية في يده لمحاصرة والسيطرة على النفوذ روسيا. وقال أن أوكرانيا أيضا حاولت تهديد مصالح روسيا في خطوط نقل الغاز عبر أراضيها. يعني تاريخ طويل. وقال فيه أيضا أن شبج جزيرة القرم هي أيضا وبالأساس تابعة لروسيا. وتحدث عن الخطر المحدق بروسيا من خلال تمدد حلف النيتو في الجمهوريات السوفيتية السابقة. ويطالب الولايات المتحدة وحلف النيتو بسحب كل هذه الأسلحة. سريعا نذهب لتحليل هذا الخطاب. ألهم مع ضيفنا على الهواء مباشرة. دكتور مختار غباشي الأمين العام للهيئة العلمية العليا لمركز الفرابي للدراسات. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيكي وأهلا ومشاهديك. أهلا بحضرتك. يعني نبدأ بهذا الإعلان الأخي الاعتراف بهذه الجمهوريات الانفصالية. ماذا يعني؟ يعني أن الأمور دخلت في الجد. مبدأ التهديد والوعيد انتهى. وصلنا إلى نهاية الفصل. هو لوهانسيك ودوندستيك جمهورياتين منفصلاتين عن أوكرانيا. والروس بيقرهم جمهورياتين. وبيطالب دومة أو المجلس الدومة الروسي. لاعتراف بهذه الجمهورياتين. ومع شبه جزيرة تلقرم اللي انضمت سنة 2014. وهو كان فيه سكل من أسكال السيطرة على لوهانسيك ودوندستيك من 2014. وواضح بأن المسألة لن تقف عند هذا الحد برضو. لأن حديث الرئيس الروسي بوتين المطول فيما هو مرتبط بالحديث مع الغرب طوال هذه السنوات. ووعود الغرب بالنسبة للروس بعدم المحاصرة. وإشارته إلى حديثه مع كليتون سنة 2000. بأنه كنت على استعداد أن تقبلوا روسيا داخل حلف الناتو. وكان واضح أنه رد بالرد. وفي 2008 هو ما ننساش حديثه مع الرئيس الروسي. هو برضو بوتين مع الرئيس الأمريكي الأسبق بوش. بأن أوكرانيا هبت السماء. يعني ما تفكروش فيها. وبدأ بقى يعيد تاريخ قديم تحدث فيه الرئيس بوتين باستفادة في هذا القطاب المطول. وكان هذا الحديث أو مجمله تحدث فيه في يونيو 2021 عن مسألة أوكرانيا وعن جورجيا وعن بيلاروسيا. والنهاردة في كلمات أعضاء مجلس الأمن القوم الروسي كانت كلها إشارات بهذا المعنى. وكان هناك حديث أن الغرب لم يتعلم الدرس جيدا في 2008 من الاعتراب أبخزيا وأسطونيا الجنوبية جمهوريتين مفصلتين عن أقليم جورجيا. لأن مسألة غزل الغرب مع جورجيا كان في 2008 صريحا. وكان بالنتيجة ده أبخزيا وأسطونيا الجنوبية جمهوريتين مفصلتين. وحاول ده مع أوكرانيا في 2014 وكان بالنتيجة ده ضم شبه جزيرة القرم. اللي عشر إليها الرئيس الروسي في حديثه بأنه هي في الأصل الروسية وحقيقة في الأصل الروسية. لأنها كانت هدية من خطشوف الرئيس الروسي الأسبق سنة 1953 شبه جزيرة القرم ضمها لأوكرانيا. والغرب من وكهة نظري الغرب والولايات المتحدة الأمريكية يدركوا ده جيدا. وأنا من وكهة نظري أن المسألة ليس مسألة أوكرانيا ولا لهانسك ولا دونداستك ولا شيء في جزيرة القرم. هو أعادة سياغة القوى العالمية الجديدة. الروس تعاف وخلاص انتهت في مواكهة الولايات المتحدة الأمريكية. والروسي الآن في منطقة تحدي مع الأمريكان بأن مسألة حصار الروس أو مسألة تحييد الروس. أو مسألة أن تصل الأسلحة الهجومية للولايات المتحدة الأمريكية إلى حدود الروس. بما فيها الأسلحة النووية التقليدية التي كانت هناك إشارات تحدث فيها الرئيس البوتين. دي مسألة لن يقبلها الروس بأي حال من الأحوال. لأنه خلال هذا الخطاب أيضا تحدث باستفادة كما ذكرت حضرتك عن تاريخ انضمام الجمهوريات السوفيتية السابقة. بالتدريج وقال أنه في أوكرانيا الدستور يقر بعدم دستورية وجود سلاح أجنبي على أراضي أوكرانيا. أوكرانيا تتحايل وتوجد السلاح الأجنبي تحت مسمى بعثات عسكرية وديبلوماسية إلى آخره. يعني هنا هل يبرر بوتين هذه الخطوة ويتحدث عن كم الخطر الذي يشعر به؟ مش مسألة تبريد لهذه الخطوة أكتر من أن هي كاشفة لألعاب الغرب والولايات المتحدة الأمريكية في محيطه الروسي. هو في الأول وفي الأخر يقول لهم أنتم مكشفين. نحن أريد الوضع لأن روسيا معلوم أن هناك 12 دولة من دول حلف الناتو لها مشتشارين عسكريين داخل أوكرانيا. يعني ومش داخل أوكرانيا بس لأنه داخل أوكرانيا ودول بحر البلطيق وخصوصا وزيارات المتكررة لكثير جدا من المسؤولين الأمريكان أو الغربيين لهذه الدول تحديدا. وهي فيها خلينا أقول لك كده بالبلد شكل من أشكال المكايدة مع الروس بأنه يعني أنتم في نطاق الحصار وأن احنا نستطيع أن نفعل الكثير. لكن الغرب والولايات المتحدة الأمريكية واضح أن هم لم يدركوا رسالات الروس منذ سنوات. يعني رسالة اللي وصلت من 2007 بإرسال قذفتها الإرستراتيجية في البحيط الأوروبي وتجمية اتفاقية الأسلحة التقليدية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية. وسادات كامل ديون الاتحاد السوفيات السابق لم يدركوا. وأنه في 2008 حديث الرئيس الروسي مع بوش وضم اعتبار الإقليميين اللي هما موجودين في جورجيا بخزيا وأسطينيا الجنوبية جمهوريتين مفصلتين تأديب جورجيا بالبلد كده. وبدرجة أو بأخر خلاص أصبحت في جيب الروس بدرجة كبيرة جدا. هذا الأمر العالم الغربي بيقراروه مع أوكرانيا. قراروه في 2014 وكان من نتيجة دهش ضم شب جزيرة الكرم ولوهانسيك ودوندستيك دي هي في عباءة الروس من 2014. والمسألة لم تصل عند هذا الحد لأنه معلوم أنه مضيق كيرتش اللي هو المضيق البحري ما بين بحر أزوف وما بين البحر الأسود. المضيق ده كل المراكب اللي خارجها من أوكرانيا واللي دخلها لأوكرانيا بتمر منه وتحت رقابة الروس. فهي مسألة الأسلحة اللي بتروح للأوكرانيا أو أي إمدادات عبر البحر أو غيره. هي مراقبة مقبل الروس مكشوفة يعني هذه المسألة. طيب حدايك بتقول الغرب والولايات المتحدة لم يدركوا أو يكررون مرة أخرى نفس الخطأ الذي يرتكبوا في السر. اللي يرتكبوا في 2014 ويرتكبوا في 2008. هل يعني يجوز أن نضع الغرب والولايات المتحدة في سلة واحدة أقصد هل الولايات المتحدة تقرر وتتبعها أوروبا؟ وهل أوروبا ضحية في كل ما يجري؟ هو ده السيناريو. وعشان كده أوروبا واضح أنه لم تستفيق إلى حديث الرئيس الأمريكي الأسبق ترامب. شوفي كان حديثه مع العالم الغربي بشكل إيه؟ حديث إلى حد كبير جداً كان حديث يعني متدمي مع العالم الغربي. حلف الناتو أن الولايات المتحدة الأمريكية اللي بتوفر حماية و اللي بتعمل حجم إنفاق وغيره من مثل هذه الأمور. وحتى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان ومن ورائه دول حلف الناتو والاتحاد الأوروبي كان انسحاباً مخزياً. وعشان كده كثير جداً من مراكز الأبحاث والمحللين تحدثوا بأن تشبيه سقوط الاتحاد السوفياتي وتحلله وانهياره اللي حصل في 1991 بعد انسحابه من أفغانستان هو هو نفس السيناريو اللي إن الممكن أن يحدث مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد هذا الانسحاب اللي احنا شفناه في 2021 من داخل أفغانستان. وإنه أصلاً مراكز أبحاث بدأت تتحدث من سنتين ثلاثة بأن الولايات المتحدة الأمريكية أصلاً في مرحلة بتسمى مرحلة الترافل الامبراطوري. خلاص هي في مرحلة النزول والأفول بدرجة كبيرة فهناك مقاومة من الولايات المتحدة الأمريكية بالحفاظ على هذه الصورة وهناك غول روسي يعني مستكين وقاعد كده. وفي لحظة فاق لردود أفعال لن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية الاستجابة إليه. طيب آه ما هو هذا بقى المهم الآن ردود الأفعال. يعني طيلة الشهور في هذه الأزمة الأوكرانية وصف بوتين ردود الأفعال الغربية بحالة من يعني. ألا مبالاة بالبلد كده. آه بحالة من الهوز غير المبرر. طيب بعد هذه الخطوة بقى كيف ستكون ردود الأفعال برأيك؟ شوفي هو قبل حديث بوتين ده مباشرة كان هناك اتصالات هاتفية. يعني مجلس الأمن القوم الروسي بتكلم كلمات وزير الدفاع وكلمات وزير الخارجية لفروف. وكلمات رئيس مجلس الاتحاد الروح وغيره من مثل هذه الكلمات اللي احنا شفناها كلها مجمالها. نحن مع إعلان لوهانسك ودندست الجمهورية المفاصلاتين. وأتصور أن دي رسالة أخرى. أن المسألة برضو لن تقف عند حد هذه الرسالة. بعد الاجتماع مباشرة حصل اتصالات هاتفية ما بين الرئيس الروسي بوتين وما بين المستشار الألماني شولتس وما بين ماكرون الرئيسي. وأبلغ هما بأنه بصدد التوقيع على هذا المرسوم بدرجة كبيرة. وطلع بعد كده بوريل الأمين العامل للاتحاد الأوروبي. وقال إنه هيكون هناك ردود من قبل الاتحاد الأوروبي على هذه الخطوة. شكل هذه الردود إيه؟ وهل المسألة هتقف عند حد ردود الاقتصادية اللي لوحت بها لوليات المتحدة الأمريكية في السابق. ولا هتستنى الخطوة التالية من الروس. لأن عند الخطوة دي أنا أتصور أن هناك خطوات أخرى. خصوصاً إنه طلبات الروس هنا مع الرئيس الروسي قال لك إحنا عايزين نزع الأسلحة الموجودة في الجمهوريات السوفياتية السابقة إلى حدود 67. 67. 97. لأنه 99 كانت بدأ الانضمام من هذه الدول. وده معنى ده إن الرئيس الروسي عايز يعين شكل الجمهوريات السوفياتية السابقة إلى سابق عرضها عندما كانت تحت الولاية السوفياتية. طيب قبل أن نتحدث عن المرحلة التالية هو أشار لأنه كانت الولايات المتحدة ستفرض عقوبات كانت ستفرضها سواء حدث غزوة أو ضم أو اعتراف أو لم تحدث. هو هنا بوتين يحسب حساب هذه العقوبات وإلى أي مدى يمكن أن تصل ولا هي لم تكن مؤثرة وقت شربة جزيرة القرم وبالتالي لم تكن مؤثرة. هي لم تكن مؤثرة بالدرجة الكبيرة وأتصور أن حساباتها أصل حسابات العقوبات. لأن هذه العقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية هي عقوبات اقتصادية. إيه هي العقوبات الاقتصادية؟ ببساطة جديدة جدا خروج الروس من سوفت بمعنى عزل الروس عن النظام المالي الدولي. الجزء الثاني نحن هنعطل حط خط الغاز اللي بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن بداية ليه؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية مدركة بأن العالم الغربي بيأخذ 40% من احتاجاته من الغاز من الروس. عبر نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 اللي المفترض كان يشتغل. ومعروف أن نورد ستريم 2 ده طوله في حدود 1225 كم وتكلف في حدود 11-12 مليار دولار. وإن تكلفته كانت تكلفة بعيزة. فالولايات المتحدة الأمريكية بتتصور أن تعطيل هذا الخط مع هذا الحجم من الأنطاق أنه فيه خسارة اقتصادية على الروس. السؤال أنه هل هنا العالم الغربي وعلى رأسه الألمان تحديداً هيتحملوا أفل محبس الغاز ده؟ إلى أن تجد الولايات المتحدة البديل. لأنه مش أفل محبس الغاز. تقليل حجم الغاز أصلاً خل سنة 2021 أنه يتفع سعر الغاز ثلاثة أبعاف. وأنه بعد بداية هذه الأزمة ببساطة الروس أفلوا سنة وزيارة وزير الخارجية الألماني للروس رفع سعر الغاز 25% تاني. وكان من نتيجة ده 1200 مصنع أغلقوا داخل دول الاتحاد الأوروبي ودخل الصينيين على خط تشتروهم. لأنه واضح أنه الخطوة الروسية هنا فيها حسابات مع الصينيين. مش خارج من طاقة التحالف الصين الروسي. طيب نفهم أكتر. لأنه الولايات المتحدة تريد أن تجد بديلاً لأوروبا عن الغاز الروسي. وقطر تحديداً هي الدولة المرشحة لك. مش قطر بس. ده هنا الولايات المتحدة الأمريكية أوعزت إلى تميم أمير قطر بالزهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد رجوعه مباشرةً ذهب وزير خارجيته في زيارة غير معلنة لإيران. وإيران نرى براهيم رئيسي في زيارة لقطر. ومنتدى الغاز العالمي بيجتمع في قطر. يعني البحث عن بديل. بس البديل سيأخذ وقتاً. هل تتحمل أوروبا ذلك؟ يعني كيف ستتصرف أوروبا إذا؟ يعني أنا متصور. لا أوروبا يعني خلينا أقولك باللغة الدارجة مطحونة في النص. خصوصاً أنه واضح أن الألمان مش مستعدين لهذه الخطوة. يعني مش مستعدين لحجم الضرر اللي هيترتب عليه حتى إن وجدت بدايل. الجزء الثاني وده جزء مهم جداً. أن الفرنسويين برضو واضح أنهما مش متحمسين قوي لخطوة فرد الحصار. وخطوة معاقبة الروس والدخول في هذه المواجهة. اللي من الممكن أن تتطور. لأن المسألة لو وصل الروس. الروس مش هيصل إلى حد التأثير المالي. أو حد الخروج المطلق من النظام المالي. أو حد التأثير الاقتصادي الضخم على الروس. هنا الأمر من الممكن أن يتطور عسكرياً. خصوصاً أن الروس معلوم أن عدد القوات اللي بدأت تأخذ مواقف هجومية على الحدود الأوكرانية بضخامة هذا العدد. اللي وصل 190 ألف طبقاً لتقارير خارجة من العالم الغربي. هذا الكمم السهد. والنهاردة وزير الدفاع البريطاني يتحدث أن 65% من القوات البرية العاملة الروسية موجودة على أهبة الاستعداد على حدود الأوكرانية. طيب لأنه أمامنا دقيقتين فقط قبل أن موجزاً لهمة. أنا ضحيت للخطاب داتا. نعم يعني كان خطاب طويل ومهم في نفس الوقت. لكن هل ما يجري هو استفزاز لروسيا وجرها لمزيد من العقوبات لخلافات للصراعات لنشر قدوات؟ لا مش مسألة ما يجري هو بس عشان ناخد بنا من الجزئية دي. وعشان كده لما كلمنا عن مرحلة التراهل وكلمنا عن إعادة صياغة الأقطاب العالمية الجديدة هي دي المرحلة اللي الروس هنا هيصمده في مواكة الولايات المتحدة الأمريكية في حال توقيع عقوبات اقتصادية والأمر هيتمدى بروس إلى مزيد. لأنني موقع نظري أن روس حاسبنا كويس قوي. يعني هذا الصقر الروسي بوتين هو حاسب حساباته جيناً لأن هذا الرجل هو موجود على سطح إحياء القومية الروسية منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في 2007 وهو من امتلك زمام المبادرة في هذا التاريخ منذ 2007 لغاية الآن. وهو إلى حد كبير جداً لعب مع الغرض والولايات المتحدة الأمريكية في مناطق مصالح كثيرة جداً متعددة. لعب معهم داخل الساحة السورية وأنا ويكت نظر أنه انتصر. لعب معهم مع الإيرانيين وأنا ويكت نظر أنه استطاع أنه يأخذ التحالف الأوراني المصلحته. لعب معهم في المسألة الأوكرانية في 2014 ومسألة جورجية في 2008 وأنا متصور أن أخرج المنتصر. والآن التقالب الروسي الصيني أيضاً يرعب طبعاً الولايات المتحدة. ليس التقالب الروسي الصيني بس. التقالب الروسي الصيني وتحالف شنغهاي اللي أفرزته علاقة الولايات المتحدة أو تحالف الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجياً مع الصينيين. وضم الهند وباكستان صراحةً في 2017 وضم إيران صراحةً في 2021 تضم في تياتو تلتين سكان العالم وأربع قوة نووية. سريعاً. موقف أوكرانيا الآن؟ موقف بايدن الآن؟ موقف المقترح الفرنسي بقمة بين الرئيس الأمريكي والروسي؟ أنا متصور أن القمة بين الرئيس الأمريكي والروسي لها حسابات معقدة الآن. خصوصاً بعد إعلان لوهانسك ودندستج جمهورياتهم مستقلياتهم. هل ده هيتم أو لا؟ وموقف العالم الغربي في حيرة من أمره. ما هي الخطوة التالية على هذا الأمر؟ لأن الخشية بأن خطوة تالية كدت تستفز الروس فهتبدأ مرحلة غزو لأوكرانيا بالمطلق. بقى خلاص. المسألة انتهت وحنخش في هذه المسألة. هنا ردود الأفعال الغربية تحديداً هي اللي هتحدد ردود الأفعال الروسية وهتحدد الموقف الدولي والإقليمي. وهل هنا المتفرجين الآخرين المتفرجين اللي هم مزهرين على سطح الصينيين الكوريين الشماليين وغيره من هذه القوة. ما هو حجية تصرفها خلال المرحلة الخطوة؟ نعم. بالتأكيد تطورات كثيرة ستحدث في التساعدل. بالتأكيد سنتابع ونتشرف بجودك معنا دكتور مختار غباشي الأمين العام للهيئة العلمية العليا لمركز الفرابي للدراسات. شكراً جزيلاً. شكراً جزيلاً. شكراً جزيلاً. مشاهدين قليلة تأتيكم أو يأتيكم مجزلها من الأنباء. إلى اللقاء. شكراً جزيلاً. شكراً جزيلاً.